بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم للطاعات والعبادات في شهر رمضان المبارك وأن يغفر لي ولكم ببركة الصلاة على محمد وآله اللهم صلى على محمد وآله محمد هناك أيام مباركة وأشخاص مباركون وأعمال مباركة وهناك أيام نحسة وأماكن نحسة وأشخاص نحسون الله عز وجل في القرآن الكريم بيّن بعض الأيام المباركة وبعض الأيام النحسة مثلا حينما الله سبحانه وتعالى أنزل عذاب على بعض الأقوام الماضية القرآن الكريم يقول ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر وفي آية أخرى ريحا صرصرا في أيام نحسات وحينما يذكر شهر رمضان ونزول القرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة البركة بمعنى الخير الثابت الدائم لذلك العرب لجلوس البعير يقولون بركة بركة البعير أو بروك البعير لماذا؟ لأنه عندما يقعد يستمر في هذه الجلسة ولا يمكن لأحد أن يقيمه الخير قد لا يكون ثابتا قد لا يكون مستمرا هذا خير لكنه غير مبارك يعني أفرض إنسان يربح في صفقة مالية مليارات في اليوم الثاني يخسرها كلها في اليوم الأول ربح كان خير لأن القرآن أيضا يعبر عن المال بالخير إن ترك خيرا الوصية هو خير لكن خير غير ثابت لذا يقال هذا كان مالا غير مبارك وقد الإنسان يحصل على شيء قليل لكنه ثابت ومستمر هذا يكون مبارك خير ثابت شخص قد الله سبحانه وتعالى يعطيه عشرات الأولاد لكن هذا إمداد له في الغي كما في بعض الآيات القرآنية يتصور أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه مال أو أولاد هذا خير له لا الله سبحانه وتعالى يمده بذلك ليزداد غيا وبعض الأحيان الإنسان له ولد واحد هذا الولد يكون منشأ لخيرات كثيرة فالبركة مو بالكثرة البركة بالاستمرار بنو أمية كان نسلهم كثير يزيد بن معاوية لعنة الله عليه عند 12 من الأولاد وبنو أمية كانوا عشرات بل مئات بل ألوف والعلويون بعد وقعت كربلا لم يبقى منهم إلا الإمام زي العابدين والحسن المثنى وزيد بن الحسن ثلاثة وأربعة فقط في زمان المأمون العباسي عليه لعائن الله المأمون أمر أن يحصى بن العباس فأحصوا في ديوان فكان عددهم ثلاثون ألفا في زمان المأمون والعلويون في ذلك الوقت كانوا قليلون جدا لأنه في قضايا مختلفة كانوا يقتلون لكن ذلك الناس لم يكن مباركا لذا انقرض أو محي أو حتى إذا ذريتهم الآن موجودة إما لا يعلمون أو يكتمون هناك بعض الناس يعلمون أنهم من ذرية بني أمية لكن يكتمون ونرى ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إنا أعطيناك الكوثر الملايين حتى قبل عشرين سنة نقلت إحصائية بس ما أدري شنو منشأ هذه الإحصائية أنه خمسين مليون سيد علوي فاطمة موجود في العالم ولعله أكثر هذه برك في المقابل هناك نحوسة نحوسة ضد البركة يعني الشيء الذي يصيب شره الإنسان هناك أيام نحسة أيام تكون منشأ للشر مثلاً أكو في الحديث الشريف وأحاديث كثيرة أنه يوم عاشورة لا تشتغل لا تعمل ليش؟ لأنه يوم نحس هذا اليوم إذا واحد عمل عمله يكون هباء منثورة ما يستفيد بل يتضرر يوم عاشورة لأنه قتل فيه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبنو أمية اتخذوه عيداً لكن هو يوم نحس سلبت البركة من ذلك اليوم لكل من يعمل عملاً دنيوياً ماكو بركة في ذلك العمل نعم إذا كان عمل أخروي لله فالله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة هناك أيام نحس وأيام مبارك إحنا هذا الكلام ذكرناك مقدمة لموضوع شهر رمضان طبعاً البعض يريد ينكر الأيام أن الأيام مباركة أو أيام نحس ويقول بأنه هذا مرتبط بالعمل بعمل الإنسان لكن هذا تأويل للآيات القرآنية الكريمة من غير وجه لأن التأويل شغلت الراسخون في العلم وهم رسول الله والأم عليهم الصلاة والسلام وإحنا ما عدنا طريق إلى التأويل إلا عن طريقهم ومكلفون بالعمل بظاهر القرآن ظاهر القرآن لدينا حجة أما باطن القرآن وتأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا لازم نأخذ التأويل من أهله وهم الرسول والأم عليه وعليهم الصلاة والسلام عندما الآية الكريمة تقول في يوم نحس مستمر أو في أيام نحسات نجي نأول نقول أنه هذا مو مرتبط باليوم وإنما مرتبط بعمل هؤلاء أو بالعذاب الذي أصابهم هذا تأويل من غير وجه السبب في ذلك أنه بعض الأمور التكوينية إحنا الأسباب والمسببات نعرفها بعض الأمور التكوينية الأسباب والمسببات لا نعرفها عندما نعرف الأسباب والمسببات التكوينية نعز المسببات إلى أسبابها يعني واحد كان في مرض سرطان ثم مات عندما نسأل أنه لماذا مات نقول أنه ابتلي بهذا الداء وهذا الداء ما إلى علاج يقتل الإنسان مثلا إلا إذا الله سبحانه وتعالى يشاء إذا واحد سقط من شاهق فتهشمت عظامه ومات عندما يقال لنا لماذا فلان مات نقول أنه سقط من شاهق نحن نعرف أنه الإنسان عظم ولحم ودم قابلية الصدمة لجسم الإنسان محدودة فإذا سقط من شاهق جسم الإنسان لا يتحمل هذه الصدمة هذا الشي نعرفه هو أمر التكويني طبيعي الله سبحانه وتعالى جعله لأنه نعرف نعز المسبب إلى سببه هناك أسباب تكوينية نحن نجهلها حينما نجهل هذه الأسباب بطريقتين البعض أصلا ينكر ليش لأنه لا يعرف السبب لا يقول أني جاهل أنا لا أعرف وإنما من الأساس ينكر السبب والمسبب هذا قسم والقسم الآخر يعزوه إلى قوى غيبية الجن مثلا على كل حال أو بعض الأرواح الخبيثة حسب تعبير البعض أو ما إلى ذلك أو هناك بعض الأمور الدينية الثابتة لا يفهم معناها يعزو الأمر إليها كأنه شيء سبب غير طبيعي مثل القضاء والقدر القضاء والقدر لأنه هذا خارج عن موضوعنا القضاء والقدر القضاء يعني الحكم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يعني شنو قضى ربك يعني حكم حكما تشريعيا قد يكون حكم تكويني فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني شنو يعني حكم حكم تكويني بأن تكون السماوات سبع سماوات هذا القضاء القدر يعني حجم الشيء كل شيء إلى حجم يعني إذا طائرة فيها وقود بمقدار ألف كيلومتر إذا الطيار ما التفت بأن الوقود نفذ أو دينفذ والطائرة استمرت في التحليق عندما يخلص الوقود شنو يصير الطائرة تسقط ومن فيها يموتون طبعا هذا قضاء وقدر ليش لأن الله سبحانه وتعالى إلى حكم الحكم شنو هو الجاذبية إذا أنت متفر من الجاذبية بطريقة مثلا علمية ويكون نصيرك السقوط هذا حكم تكويني من الله سبحانه وتعالى الجاذبية هذا قضاء من الله وقدر حجم جسم الإنسان أنه إذا سقط من مكان عالي أو كان هناك نيران أو كذا يتهشم هذا شيء طبيعي فإذا أحنا نعلم بأن الطائرة وقودها انتهى وسقطت نقول انتهت بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى الجالسين فيها ماتوا بس مو فت شيء مجهول أو فت شيء غيبي لا أمر تكويني نحن في هذا المورد علمنا السبب شاب مات ما علمنا السبب شنو هو نقول مات بقضاء وقدر صحيح بقضاء وقدر لكن إلى سبب نحن نجهل ذلك السبب مو أنه نحن كل شيء لا نعلمه ننسبه إلى القضاء والقدر وكأنه فت شيء مثلا مجهول لا شيء واضح جدا القضاء حكم الله القدر يعني حجم كل شيء هذا معنى فإذا مثلا نشوف الآن المسلمين متخلفين هذا قضاء وقدر من الله نعم هذا قضاء وقدر من الله ولكن بأي معنى بمعنى أنه تدخل غيبي الله بالقوة مسوي المسلمين متخلفين لا وإنما بسبب أنه إذا المسلمون أعرضوا عن ذكر الله أعرضوا عن وسائل التقدم والتطور أعرضوا عن العلم وهو مأمور به أعرضوا عن القوة وهو مأمور به في قولي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة طبيعي الأمة الضعيفة تنهزم أمام الأمة القوية في معركة إذا المعركة أنت إنسان مؤمن لكن ما عندك سلاح وطرف المقابل أمة كافرة لا ها سلاح عندما يصير حرب شنو يصير ذلك ينتصر عليك انتصار أمر طبيعي بقضاء من الله نعم بقدر من الله نعم ولكن بأي معنى بمعنى أنه أسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الإنسان ما تمسك بيها انهزم وذاك تمسك بتلك الأسباب على باطله فمثلا تمكن من كسب جولة في هذه المعركة المقصود أنه الأمور كلها الله سبحانه وتعالى جعلها ضمن ميزان خاص قد نعرف نحن تلك الموازين فنعز المسببات إلى أسبابها وقد لا نعرف تلك الموازين هذا مو معنى أنه لا توجد موازين أو هناك يد غيبية تحرك الأمور لا الله سبحانه وتعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها وإلا الرسول صلى الله عليه وآله أكو أفضل مننا؟ ماكو أفضل مننا يوم للرسول ظهر بهذه الدعوة اثمانين غزوة وسرية المسلمون انهزموا في أحد انهزموا في حنين الرسول كسرت رباعيته يعني إحدى أسنانه في غزوة أحد اضطر أنه يذهب يبلغ رمي بالحجارة إلى أنثال الدم على رجله وهو عز خلق الله سبحانه وتعالى لماذا الله غيبيا لم ينصره؟ لأن الدنيا دار امتحان فالله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة إلى رسوله جعل الأمور ضمن موازين نعم قد يكون هناك في حالات استثنائية تدخل غيبي بس هي حالات استثنائية ولا حسب الحالة الطبيعية المسلمون خالفوا أمر الرسول في يوم أحد جاءتهم الهزيمة عملوا بكلام الرسول صلى الله عليه وآله جاءهم الناصر هذا الشيء واضح يوم السقيفة المسلمون خذلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فغصب حقه يوم كربلاء المسلمون خذلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فقتل طبيعي وإذا كان بناء تغيير موازين الكون ونزول معجزة أو للناس بنزول المعجزة هو الرسول والأم عليهم الصلاة والسلام وإذا الرسول والأم لهم معاجز هذه المعاجز ليس لتغيير النظام الكوني هذه المعاجز لإثبات صدقهم فقط يعني الرسول عنده معجزة كثيرة معاجز الرسول روية أنها أربعة آلاف معجزة لكن هذه المعاجز ما كانت لتغيير الأحكام والموازين الدنيوية فقط لأجل أن الناس يعرفون أن هذا الشخص صادق مو كاذب لأنه كثير من الأحيان ناس يدعون النبوة كلامهم كلام حلو ومعسول إشلون تعرف أن هذا صادق لو كاذب كيف وأكثر الناس ما يعدهم ذاك المستوى العقل الراقي حتى يتمكنون من تشخيص الصادق من الكاذب الله سبحانه وتعالى جعل المعاجز يعني عصى موسى عصى يحوله إلى ثعبان كل الناس يعرفون أن هذه معجزة مثلا ولكن بهذه العصى الله سبحانه وتعالى غير المعادلة يعني موسى صار أقوى مثلا وانتصر على جماعة فرعون لا فقط ثبت لفرعون وجماعتي ولبني إسرائيل أن هذا الرجل صادق في دعوة مو كاذب المعجزة فقط إلى هذا المقدار مو لتغيير نظام الكون زين أكو أيام مباركة هل سفد واحد لا يعرف أنه لماذا هناك أيام مباركة يجي ينكر أصلا البركة في هذه الأيام هذا كلام مو صحيح لو واحد لا يعرف هناك أيام نحي سفل قرآن وردت ما يدري أنه شنو اليوم يكون شمس تطلع تغرب في هذا اليوم ليش يكون نحوسة كيف لا نعرف هذا الأمر هذا مو معنى أنه لأن لا نعرفه فليس بموجود بعض الأمور المرتبطة بالشمس وحركتها نعرفها الحرارة البرودة مثلا الربيع الخريف وما إلى ذلك نعرفه بعض الأمور لا نعرفه حتى بالأمور الطبيعية العلم كل يوم يكتشف شيء جديد كان مجهولا سابقا شهر رمضان المبارك هذا يوم وأيام مباركة يعني خير فيها كثير هذا من لطف الله سبحانه وتعالى علينا أن خصنا بهذا الشهر الكريم وانفتحت أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى على مصراعها طبعا رحمة الله دائما موجودة لكن بعض الأحيان أسباب الرحمة تكون أكثر إذا الإنسان تلى آية واحدة في شهر رمضان حسب الأحاديث آية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هذه الآية هي أعظم آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحديث الشريف ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في الكتاب فحذفوها إذا في حمدهم لا يقرؤون هذه آية الكريمة من القرآن عندما يقرؤون الحمد أو يصلون في صلواتهم لا يتلون هذه الآية بخالفة لأمير المؤمنين لأنه كان يبالغ في الجهر فيها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وآله هاي الآية الواحدة بسم الله الرحمن الرحيم في شهر رمضان تعادل ختم قرآن كامل في سائر الشهور يعني في سائر الشهور أنت اقرأ ختم كامل من القرآن من أوله إلى آخره كم تحصل من الثواب الله أعلم إذا آية واحدة قرأت في شهر رمضان تعادل ذلك الثواب يعني أبواب الرحمة مفتحة الدعاء في هذا الشهر استجابته أشد وأقوى الله يستجيب الدعاء ودعوني أستجب لكم كل دعاء مستجاب لكن للدعاء شروط استجابته مثل كل عمل صلاة صحيحة لو مو صحيحة إذا تصلي صحيحة بس إذا واحد بدون وضو صلة صلاة باطلة لماذا صلاة باطلة لأنه هو ما يتوضي دعاء كذلك إلى شروط اللهم اغفر لي الذنوبة التي تحبس الدعاء وبعض الأحيان الله سبحانه وتعالى في الحديث يأخر استجابة الدعاء لأنه يحب أن يسمع صوت هذا الإنسان المؤمن المحتاج بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يؤخر استجابة الدعاء لأن الإنسان بس ما دعاء يستجاب حاجة تقضى ينسى فالله سبحانه وتعالى يريد يخلي علقة هذا المؤمن بالله مستمرة كثير مننا هكذا عادته فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا أنجاهم إذا هم يشركون إنسان عندما عنده حاجة ملحة يلتج إلى الله إذا قضيت الحاجة ينسى فالله سبحانه وتعالى يريد يبقي هاي العلقة بين هذا العبد وبينه حبا لذلك العبد بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يؤخر استجابة الدعاء حسب بعض الأحاديث إلى يوم القيامة اللي الإنسان أحوج على الآن حوائج الدنيا شنو هي يريد فلوس يريد زوجة تريد زوج مثلا عنده مشكلة عائلية عنده مشكلة رسمية عنده سجين عنده كذا عنده كذا هاي ما شو يعني أمور يعني حوائج عادة هذه حوائج الناس هكذا في ميزان الواقع هذه حوائج صغيرة وتافه الحاجة الواقعية الفكاك رقبت الإنسان من النار في يوم القيامة أنت هنا تدعو الله سبحانه وتعالى يوسع عليك في رزقك الله يستجيب الدعاء في الآخرة يعني هذا الدعاء يكون سبب في أن الله سبحانه وتعالى يعطيك في الآخرة أضعاف مضاعفة من الجنات استجابة لهذا الدعاء اللي دعوته هنا في الدنيا على كل حال في شهر رمضان استجابة الدعاء أكثر يعني حسب تعبيرنا شوية الشروط تصير أسهل والدعاء إلى شروط لكن في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يتغاضى عن بعض الأمور إذا جاز التعبير الخيرات الصدقات المبرات في شهر رمضان ثوابها أكثر وأثرها أكثر طبعا دائما هي مطلوبة لكن في هذا الشهر أكثر أبواب الرحمة مفتحة لكن إذا واحد ما استفاد من هذه الأبواب المفتحة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في آخر شهر من شعبان في آخر جمعة خطب خطبة مطولة مذكورة هذه الخطبة في الدعاء والزيارة وفي كتب أخرى في تلك الخطبة الرسول مفصل يذكر فوائد وبركات شهر رمضان ثم يقول الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الشقي منه هو الذي يحرم من الغفران ليش الأبواب مفتوحة على مصراعيها مثل فدواحد تحت رجلة موجود ذهب بدون أي مانع يقال له شيل من هذا الذهب ما تريد ومشي ورحمة الله لا تقاس بهذا الذهب أمور مادية يوم تبقى وبعدين الإنسان يخلفها إلى الورثة ويصرفها وتروح ما له قيمة واقعية رحمة الله لها القيمة الشقي الذي يحرم رضوان الله ومغفرته في هذا الشهر المبارك فعلينا أولا القرآن دائما علينا القرآن في الحديث الشريف أنه القرآن عهد الله إلى الإنسان وعلى المؤمن أن كل يوم يقرأ صفحة من القرآن في حديث يقرأ خمسين آية من آيات القرآن في أحاديث أخرى أقال يمكن حسب ظروف الإنسان شوف هذا القرآن بعضنا يمر عليها السنة ولا يفتح القرآن وإذا قرأ القرآن يقرأ هذرم على حسب تعبير بعض الأحاديث وهم أنه يخلص الجزء لا يقرأ في شهر رمضان ملتزم يقرأ ختم كامل للقرآن الكريم يفتح يقرأ صفحة الأولى الثانية الثالثة بعدين يورق كم صفحة بعد باقية يخلص كأنه في شيء نايم على قلبه حسب تعبيرنا ويريد تخلص منه القرآن لا يقرأ هذرم بسرعة يعني بأكل الكلمات وتعبير يعني كلمات بعض الأحيان الإنسان يتكلم بعض الكلمات ما يبينها بشكل صحيح للعجلة تدبر في آيات القرآن إذا ما عرف معنى كلمة يشوف شنو معناها الآن أكو بعض التفاسير مطبوعة في هامش القرآن جدا يعني مسهل الأمر ما يحتاج واحد يشوفه في التفسير ثلاثين مجلد تفاسير مختصرة في هامش القرآن يطالعها يقراها حتى يفهم أن هذه الآية ماذا تريد أن تقول القرآن الكريم دائما وخصوصا في شهر رمضان صلة الأرحام البربهم في الحديث الشريف أن الرحم معلق على العرش يوم القيامة الله يعلقها على العرش كأنه يصير بشكل تمثال القرابة يعني فتقول الرحم رب صل من وصلني واقطع من قطعني إذا واحد عنده مشكلة عائلية مع أخيه مع أبيه مع ابنه مع أقرباء مع أخيه مع أخته يحاول أنه في هذا الشهر يتجاوز ويترفع عن هذه الخلافات ويصلح أمر أقرباء حتى إذا ألحق معه أنه بعض الأحيان في الخلافات تشوف هذا يقول أنا ألحق معي ذاك ظالمني وتروح يم ذاك يقول الحق معي وذلك ظالمني في الأحاديث حتى إذا ألحق معك حفظ القرابة الخيرات المبرات وأنت في بقعة مباركة جوار السيدة المعصومة جوار الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هذه أيضا أماكن مباركة مثل ما عدنا أيام مباركة عدنا أماكن أيضا مباركة زمان مبارك مكان مبارك الإنسان شوي متفرغ عن أعماله والتزاماته لأن الإنسان في بلده عنده التزامات لكن في السفر تنتهي كل هذه الالتزامات استفيد استفادة كاملة من هذا الشهر علينا جميعا حتى ننال رضوان الله ومغفرته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن توفقوا لإدراك ليلة القدر وثوابها وأسألكم أن لا تنسوني من صالح الدعاء هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة